اه الدستور وهذا العنوان وفد بولندي يزور مصر لبحث اجراءات انشاء منطقة صناعية بقناة السويس المهندس تاري قبيل وزير التجارة والصناعة اعلن ان وفدا بولنديا رفيع المستوى سيمثل المنطقة الاقتصادية البولندية الخاصة باقليم بيومورانيا وحيبدأ زيارة لمصر بعد غد ولمدة اربعة ايام لبحث الاجراءات الخاصة باقامة المنطقة الصناعية البولندية بمحور قناة السويس وقال في بيان ان الهدف من الزيارة هو التعرف على كافة التفاصيل الاجرائية الخاصة باقامة تلك المنطقة خاصة في ظل وجود رغبة من عدد كبير من الشركات البولندية للاستثمار في مصر لتكون بمفابة نقطة انطلاق لتلك الشركات نحو القارة الافريقية الوزير لفت ايضا الى انه سوف يلتقي بعضاء الوفد لبحث تذليل كافة العقبات امام اقامة المنطقة واستعراض اهم الفرص الاتثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة ومن جنيبي اشار احمد عنطر رئيس جهاز التمثيل التجاري ان زيارة هذا الوفد البولندي لمصر تأتي كاحد ابرز نتائج المباحفات التي اجرىها المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارتي للعاصمة البولندية وورسو في منتصف نارس الماضي واللي وقع خلالها على اتفاق لتدشين مبادرة جسر الاعمال بين مصر وبولندا اللي بيستهدف احداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومتان المصرية والبولندية لتوسيع حجم العلاقات المشاركة وكذلك لاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة واللي اقامة شركات ناجحة بين رجال القطاع الخاص في كلا البلدين اشار وكيل اول وزارة التجارة والصناعة الى انه من المقرر ان يلتقي الوفد اثناء تلك الزيارة بالفريق مواب نميش رئيس هيئة القناة السويس بالاضافة الى تنظيم عدد من اللقاءات الاخرى والزيارات المجدنية بمحور قناة السويس